اليوم حكايتنا حكاية تركية والطبق هو تركي جزائري تركي جزائري قسنطيني قسنطيني وعنده علاقة بالياس القسنطيني شوفي ايا انا فكرة عيطولي على الحصة انا نشكر السيدة منا الغداب وانتي كذلك ومعدي البرنامج الجميل هذا انا خاطيني لزي ميسون كولينار مصحكي اللورسكي ساجد شاف شهرازاد انا نتبعوك من الناس اللي يحبوك ويأمنوا بطيابك البنين اسلام في الدار احنا بزاف نطيبو واحد البلاح خاص بالعائلة تعنا والبلاح هذا يقول له طاجين بن باكير دونك ديوم ما نقول لك على طاجين بن باكير انا ما نعرفش نديرو بزاف سح قولهم علاش خاص بالعائلة انتاعكم لانه انا صراحة يا جماعياني واحد ما يكذبش انا من عشاق طبخ الجزائري لكن نقول بلي ما نعرفش كلش خصوصا انني من الغرب واش حلقتك ببن باكير اسم بن باكير وطاجين بن باكير شوفي هو هذا الطاجين بن باكير هذا خاص بالعائلات القسنطينية هو يعني كان يديرو كما نقوله واحد من جدودي دونك في عائلة باكير والعائلة بن باكير والعائلة بالحاج باكير كل واحد واش فارس في ميدان نماء يعني في وقت البايات كان طبخ فقط باي لا لا كان واحد كان فارس على احمد باي وكان واحد كما نقولها في الطيب على ما ادري وكان واحد هذا الحاج براهيم ربي يرحمه برحمة الله واسمه الحاج براهيم بن باكير هو كان الطباخ الرسمي لدي احمد باي وكان هو برك الوسول اللي يطبخ له دونك وكان بزاف يحب دا احمد باي كان يحب بزاف هاد طاجين 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 بن باكير لانه يعني طاجين سهل وطاجين يعني تمتم يديروه وكان فيه لبس اصني هو اللي داروه هو اللي انا سمعت بلي هو كان طني بتاكروه اه انا ما عشت الوقت دا اكترك بصح يقولوا بلي هو اللي يتاكروه يقولوا دونك هذا البلاه هذا ما لازمش البولي يكون باركزامل يديروه دونزا ميكسر اكزاكتو ما ادواء اتقاشي بالمحراز ولا بالخدمة أنا هذا اللي الشيء اللي يشبه ايه الموس ايه الموس ايقول خدمة ايه خدمة دونك هاده 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 هاده